حادثة تقطع وقتل جديد تشهدها مديرية طور الباحة في محافظة لحج هذه المرة تطال الطفل أكرام العزعزي على يد عصابة مسلحة بدم بارد قتل العزعزي أثناء مروره مع والده بشاحنتهما من قبل عصابة مسلحة استوقفتهما في مديرية طور الباحة وهما في طريقهما إلى محافظة تعز قبل أن تقوم العصابة بنهب شاحنة والده ونقلها إلى مكان مجهول مقتل العزعزي أعاد مديرية طور الباحة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانتقالي إلى الواجهة مجددا بعد أكثر من حادثة قتل واغتيال طالت العديد من المسافرين عبر المديرية ذاتها حوادث القتل المتكررة في المديرية دفعت مديرها السابق عبد الرقيب البكيري إلى الكشف عن وقف عناصر في المجلس الانتقالي خلف عملية التقطع في نقاط المديرية هذه النقطة بالذات تمارس أسوأ أسالي من الاستفزازات للمواطنين ولم يكتفي البكيري بهذا بل أكد أن أفراد النقطة العسكرية التابعة لللواء التاسع صاعقة المنتمي للانتقالي تمارس مختلف الانتهاكات والاستفزازات بحق المواطنين مشيرا إلى أن المتورطين في مقتل السنباني لا يزالون طلقا تتصاعد وطيرة الانتهاكات في مديرية طور الباحة بلحج يوما بعد آخر وتستمر ميليشيا الانتقالي المسيطرة على المديرية في ارتكاب أبشع الجرائم ضد المسافرين دون أي رادع ترجمة نانسي قنقر